الأصوات المعارضة للسياسات الإيرانية بدأت تسمع تحت قبة البرلمان بلهجة شابه اللوم والمحاسبة وجهت النائبة في البرلمان الإيراني بروانا سلحشوري خطابها إلى النخبة السياسية وخصت الحرس الثوري بالحديث ملقية باللوم عليه لما آل إليه الوضع الرهن في بلادها سلحشوري دعت العسكريين للعودة إلى تكناتهم والكف عن التدخل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مؤكدة أن تغيوبهم عن مهامهم الرئيسية كان السبب في إسقاط الطائرة الأوكرانية وخلال حديثها انتقدت تصريحات وزير الخارجية التي قال فيها لقد اخترنا طريقة الحياة التي نعيشها مشددة على أن الإيرانيين لم يختاروا طريق الموت بكل تأكيد وقللت النائبة الإيرانية من إمكانيات المسؤولين في طهران معتبرة أنهم غير مؤهلين لإدارة المهام الموكلة إليهم فيما دعت إلى تنظيم استفتاء بغية تعديل الدستور الإيراني واتخاذ قرارات بشأن القضايا ذات الأهمية في البلاد وعن الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها إيران استنكرت سلح شوري تسليط الإعلام العربي الضوء على الوضع المعيشي في بلادها التي من المفترض أن تعيش حياة رغيدة نظرا لثرواتها تجدر الإشارة إلى أن المساعي للحد من تدخل قادة الحرس الثوري في المجالات السياسية والاقتصادية لطالما شكلت الهم الأول للرؤساء في إيران بدءا من محمود أحمد نجاد وحتى حسن روحاني الذي حاول أن يرغم هذا الجهاز العسكري الخاضع لإمرة المرشد الأعلى أن يعود إلى الثقونات إلين يوسف العربية